خلاف واشنطن مع الصحة العالمية تصل تداعياته إلى اليمن حيث أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بتجهيز بلاده مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وفق رويترز قال إن واشنطن تستعد لتوفير بعض التمويل لمكافحة مرض كوفيد-19 لكنه لم يفصح عن المبلغ المخصص لذلك إلا أن بلاده تبحث عن منظمات صحية بديلة عن منظمة الصحة العالمية وفق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن واشنطن تعهدت العام الماضي بنحو 27 مليون دولار لكل ما يتعلق بالصحة والتغذية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية يأتي هذا الصراع بين أمريكا والصحة العالمية حول مكافحة وباء كورونا بعد مرور أسبوعين على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن وفق تصريح مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارك لوكوك لمجلس الأمن فإن خبراء الأوبئة حذروا من أن كوفيد-19 قد ينتشر بشكل أسرع وقد تكون نتائج فتكه في اليمن أكثر من أي دولة أخرى إيقاف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية أتى على خلفية اتهام الرئيس ترامب للمنظمة بالترويج لمعلومات مغلوطة بشأن كورونا ولا يعلم حجم التاثيرات السلبية لهذا الخلاف على المساعدات لليمن لكن مسؤولا في الصحة العالمية قال إن عواقب مرتقبة قد توثر على المرضى في المساشفيات اليمنية وأن 80% من الخدمات الصحية المقدمة لليمن عبر المساعدات الدولية قد تتوقف نهاية أبريل الجاري ترجمة نانسي قنقر